ناقش لقاء ضم أضوى اللجنة الثورية العلية بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتعاملات التوجهات الحالية والمستقبلية لمعالجة الاقتلالات القائمة في الوظيفة العامة بإنهاء الازواج الوظيفي وحالة من بلغ أحد الأجرين إلى التقاعد بموجب التشريعات والقوانين النافذة وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تتعطرد تنفيذ خطأ الوزارة والرؤى الكفيلة بتجاوزها بما يمكن من رفع كفاءة الأداء وتحقيق الغايات الرامية إلى الارتقاء بالوظيفة العامة وتحسين العمل الإداري مشددين على ضرورة التسجيع لإنهاء الازواج الوظيفي في جميع مؤسسات الدولة بما يمثله ذلك من أهمية في تخفيف العم على المالية العامة وتوجيه الأموال المهدرة للنهوض بالاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة